حوادث المرور المميتة باتت تؤرق الشارع الأردني لكسرتها بعضها يتسبب به العامل البشري وبعضها الآخر يتسبب به سوء البنية التحتية وعدم وجود شواخص مرورية كافية بالإضافة إلى ضعف الرقابة على تطبيق القوانين المرورية ومن التقاطعات المرورية الخطرة تقاطع جويده حيث يشهد حوادث مرورية باستمرار أحدها تسبب بوفاة شاب الأسبوع الماضي إلى التفاصيل حوادث المرور المميتة تقض مضاجع الأردنيين كل يوم وباتت تسلب الأرواح وتتسبب بأضرار مادية كبيرة كل عام حتى أصبح الظاهرة يكاد يعتاد عليها المواطن الأردني نظرا لتكرارها بشكل كبير ولافت تقاطع جويده الذي يشهد حوادث سير بشكل مستمر لم يمهي الأحمد ذو التسعة عشرة عاما أن يعبره بسلامة فخطف حياته بحادث سير نهاية الأسبوع الماضي أحمد ابني طلع من بيتي الساعة السبعة ونصف المغرب والحمد لله رب العالمين طلع يجيب والدته وما رجع الحمد لله ابني طلع من منطقة جبل الزهور باتجاه منطقة جاوة صار معاه حادث في شارع الجويدة اللي هو نسميه شارع الموت توفى فيه عدة أشخاص وتوفى فيه ناس كثير وتقارير الدفاع المدني موجودة وبتثبت هذا الموضوع هذا كان فيه شكاوي سابقة كثير وكثير كانوا الناس يشتكوا في الموضوع هذا شباب قاعد بعمر الورد قاعد بتروح فيه الشارع هذا لمتى يعني لمتى بنظل نقول اليوم ابني بكرة ابني فلان بكرة أخو فلان وبعدين لمتى يعني ابني فلدة كبدي هذا ابني الكبير راح فيه الجورة هذه جورة يا أخوان مقفية جورة طلع الله باعلم حدا لز عليه كيف هو قاعد بها الجورة عبارة عبارة وبتمنى تطلعوا ويشوفوها يعني المواطنون في منطقة جويدة اشتكوا من هذا التقاطع الذي وصفوه بالمميت حتى أطلقوا عليه اسم عبارة الموت مطالبين باهتمام الجهات المعنية فيه وتجديد الرقبة على حركة المرور عليه حيث قدموا شكاوى حيال هذا الموضوع دون استجابة من الجهات المعنية والله هذا التقاطع بسبب كثير من الحوادث كثير كثير يعني كل اسبوع عقل ايش بسبب له حالة ثمين حاتين وعده نيك رداوت الشارع والسرعة الزايدة وعدم وجود رادارات وعدم شواخص انه الدخل هاي ممنوعة مش موجودة المثلث لا يوجد عليه انارة لا يوجد عليه شواخص لا يوجد عليه عواكس يدل على انه هون في عبارة وانه هذا مثلث مثلث الموت اللي حصل مع الشاب تفاجأ فيه شاب ما عنده هاي الخبرة بهاي الطريق كونه له شهر مطلع الرقصة يتفاجأ قلبة السيارة عظاهره وجده ضربه في رأسه وتوفر رحمه الله وطننا خسر شاب عمره 19 سنة كان له طموح كبير يكمل دراسته يخدم الوطن واذا كل يوم نظر نخسر شاب من الشباب بلدنا خرب حوادث الطرقات يروح ضحيتها المئات من شبابنا كل عام وبشكل متزايد فيبقى السؤال هنا على منطقة المسئولية هل هو نقص الوعي وثقافة قيادة المركبات في المجتمع ام هي قلة اهتمام من الجهات المسئولة سؤال يبحث عن اجابة منذ عقود